هبدأ من الآخر من الآخر خالص مش من الأول لما الهدف دخل في الآهل بعد الهدفين حصل لك حالة الصدمة اللي حصلت زعلت زعلت لأن 2-1 غير 2-0 خالص وزعلت لأن الوداد أنا شايف دفاعهم بحراسة المرمى النهاردة كانوا في أسوق حالتهم فكنا لازم نستغل الحالة دي إن احنا نزود عدد الأهداف خصوصا إن احنا قضعنا أكتر من فرصة زعلت لأن كمان كان ممكن كولاري يعني شوية بدري يغير فالتغييرات دي كانت ممكن تدينا صلابة في نص الملعب خصوصا إن الوداد لعب الشرط التاني بشكل مختلف خالص فندنبروك نزل الشرط التاني يغير استراتيجياته تماما عن الشكل اللي كان بلعب به الأول في الشرط الأول كولاري يدخل أو يغعمل تغييرات بعد الهدف التاني الهدف التاني اللي جابه كهرباك في الديها قدام زي مثلا محمد شريف زي زي أحمد عبدالقادر طهر محمد طهر أفشة حاجة قدام بحيث أني تقدر تجيب الهدف التالت آه تتكلم على المهاجمين كمان آه أنا بتكلم على إن حتة وسط الملعب وصلابة وسط الملعب وتبدأ استغل المساحات اللي هتتواجد عندهم لكن في النهاية أنا دايما حتى في اللقاءات اللي كنت بعملها من فترة قلت إن المباراة مش بس التسعين ديها اللي فرص وا